السلام عليكم السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله معكم اسماء من قناة اسماء دهر الضيافة اليوم سوف نوجد لكم وحتى طبق المغاربة كام من انكي عشقوه تجاج محمر ومضغمر يجيب حل دي العراسات وحسن من دي العراسات سوف نضغط الاطباق ولكن تكون غير الزواق المضاق ولكن هذا الطبق الزواق المضاق بشهادة الجميع حيث صراحة رائع جبنين وسوف نبدأ المكونات مع طريقة التحضير هنا سوف نحتاج ثلاثة ملعق كبار الخرقو مع طحون كذلك سوف نحتاج ملعقة صغيرة القصبرية وملعقة صغيرة تكون عامرة كذلك ثلاثة ملعق كبار سكين جبير مطحون هنا قياس نضغط قياس سوف نضغط قياس المرودية او لحم حمر انا كنت تعجبني دائما طيب فيها سواء باللحم او الفجاج حيث يجي المضاق ديالها رائع بزاف استعملت منها واحد الملعقة صغيرة تكون عامرة كذلك غدي نستعمل واحد الملعقة صغيرة ديال السمن تكون عامرة كيف مشتمعي غير شوية ديال الملحة حيث من بعض غدي نستعمل الحامض كذلك الزيتون تكون حتى هو مالح اذا نديرو غير شوية ديال الملحة هنا اضفت شوية ديال الماء باش ندوز هاد العطرية هادي وكذلك ما زال غدي نستعمل ما زال باقي مسرش القوان دياللي هنا غدي نستعمل وحد الكركوبة صغيرة ديال التومة اللي انا معاكتها باتشكل هادا كذلك هنا عندي ضامة ديال الزعفران وضامة ديال الربيع هنا استعملت استاد دامات ديال الزعفران وسته الضامة ديال الربيع صراحة هاد ضامة ديال الزعفران كتعطيه واحد للمضاق اللي هو رائي بالسف انا بالنسبة ليفطيب ديالي كامل ما كان بغيش نستعمل ضامة ديال البنا هادوك اللي تكونوا ديال الحوت والديال الجاج والديال الحمع ما كان استعملوه مش نهائيا ولكن هاد ضامة ديال الزعفران فاشكن ديال المحمر ضروري ما كان استعمله حيث كتعطيه واحد للمضاق اللي هو رائي بالسف اه صافي هنا كفما كتشوفوا معايا استعملت الليقات هادو بقي جدال رحليتهم قدامكم هادو ديال ديال المماء يعني كان نغسلو بيهم المماء حيث تقعدوا الليقات ديالي كان طيب بيهم هاداك الشي لاش استعملت هادو اه وكذلك استعملت ضماء ديال الربيح تيكا جرائيا في المحمر ديال الجاج او ديال الحم كي جرائيين بساف عواد ما تستعملوا الربيع اه يعني تقدروا تستعملوا واحد الملعقة صغيرة ديال الربيع غير انا ما كانش عندي الربيع جديد كان عدي ديال اللي عدي الفريغو وبنسبة للجاج كي بغيش حاجة اللي كتكونها كافخاش و جديدة عندي ستاة ديال الجاجات استعملت ستاة ديال الضامات سوف ندير شوية ديال الماء و سوف ندوز هاد هاد العطرية هادي سوف ناخد ديال الجاج بعد اما غسلته مزيان انا هاد الجاج غسلته بالليل بالحماد والخل وسكينجبير خليته مرقد واحد شوية من بعد غسلته الثانية والثالثة سافي ومن بعد خليته يتسقطر مزيان ينشف من الماء ليلة كاملة خليته في الثلاجة سافي باش كيجي نزوين و كيجي ننقي و انتم مشتولون دياله كيجي ببيض قدم ما خليته يترقد في الحامض والخل وسكينجبير كيبقى اللون دياله ببيض و كيجيها كافتي يعني ضغي ضغي هنا كتشوفوا معي رادرتوا حد جوجت قيبات بالعود و نزيد ندخل العطرية في صدر ديال الجاج و الفخيضات خاصناها الجاج كامل كامل اللبسوه بهاد العطرية هذه من خليه حتى شي لحيمة بيضة كلها نغطيوها بهد العطرية هذا الجاج خديت فيه قياس جوجو ستمية جوجو سبعمية كرام هذا هو القياس اللي كيجي يزوين في الحطة و في الليل المحمر و كيف ماشتوا معي و اقولوا اللاحتوا اني مستعملش الحامض مصير ضروري في الجاج المحمر كنت استعملوا الحامض مصير انا استعملت جوجو حامضات مصيرين فقط اللوب ديالهم معرفت كيفاش ما تصوروش ليه ولكن ضروري ما تستعملوا الحامض مصير و من ينسى لي الجاج كامل غادي ناخدوه و مدون نحكو بهذا الشكل هذا كيف ما كنشوف انا كيف ما كنشوفو معي كمدون نحكو بهذه الطريقة هذي بحلة كنديروا ليه مصاج كيندخلوا هذه العطرية كاملة في هذه الحيمات و في الجاج كامل عليش كنديروها الطريقة هذي باش كتبت اول حرة كنت نسمنا الجاج مزيان فاش كنحكوها العطرية هذي مع الجاج جينا كامل كيتنسم منينا اكثر و كتدخلوا العطرية اكثر اكثر في الجاج جينا ثاني حاجة انا فاش كنطيب الجاج ما تبقاش لنا عطرية مفرته مكا ديك الطبقة اضافة من الفوق ويأتي للحم او الججاج من السم اكثر و اكثر نحيضه حيث ننسيته من الاول ليس مشكلة اي حاجة تفكرها وسط منطيع يعني ضروري لا نفعل شيئ نحيضه الججاج التحسنيين نكتافيه بالججاج جالي ندخلوه كيفما تشوفو معي هنا الطنجرة ينطيب فيها الججاج بالنسبة للججاج ينقلبو على السدر يعني بعد الشكل هذا كيفما تشوفو معي ضروري الججاج ينطيبو فيه الججاج محمار تقلبو على السدر باش هكا كي طيب حيث تصدر لكي يخل شوية دي الوقت ما تنسوش انكم فشكنوا طيبو الججاج تضيفوه واحد العود بالنسبة للججاج ينطيبو على السدر ينطيبو على السدر بالنسبة للججاج إذا كان لديكم الوقت تجعلوه ليلة كاملة وإذا لم يكن لديكم الوقت تقضروا الطيبوه في نفس النهار بحالي هنا نستعمل زيت نباتي تقريبا نصف كاس زيت نباتي ونضيفوه واحد الملعقة صغيرة ما تكون ش عامره دي الاسمن اللي هو حيل من نسبة السمن اللي هو اللي أنا استعملت كان سمن عادي ولكن هات السمن هذا يعني حيل شوية حار استعملت منه واحد الملعقة ما تكون ش عامره كذلك ضفتوه نصف كاس دي الزيت زيتون صافيء ودابة نجعل تحتاج على الدجاج كامل يعني الدجاج كامل يترقد فضل جانبا ثم تحتلج الملعقة اعتذر الماء الكافي الذي يطيب في الدجاج بالنسبة لديهم الدجاجات نزو القناة نجعل السمن السمن والدجاج سوف تحل أول شيء و لا يجب أن يحمر و بالنسبة للماء يجب أن يكون على هذا القياس يعني لا تحاولوا أن تغطيه الجاجة كاملة تجعلوا تقريبا الرباع الجاج يكون معري يعني إذا تظهره كامل يكون معري لكي يطيب لكم الجاج مزيد سوف تبيعوا معي هذا الجاج رغم أن يكون سهلا ولكن سوف أعطيه هذا الفرق كبير للجاج و نأخذ عود بهذه الشكل و تكبيه الجاج خصوصا من جهة الفخاد لكي نزله هذا الماء و الدم الذي يكون في الجاج ولكن أنا صراحة و خدرت هذا العمل لا نزل منه حتى شيء حجاج يعني صافي نزل منه هذا الشيء كامل الذي كان شرقته في الملحة والخل والحامض والسكنجبير يعني مصلي هذا الشيء كامل الذي يكون في الجاج كذلك نجده بحلقة الغطاء لا نسدها كاملة نجده دائما مفتوحة بهذه الشكل أو لمبسمة من هذه الشكل لكي الجاج لا يتحل لنا أو لا يترتق ضروري تتبعوا معي هذا الأساس رغمه لكي نجح لكم الجاج و يجيكم بحلقة مجموعة كما تشوف معي جانبا تم صافير الجاج بس تفتو في الطاوى نضيف البصلة بالنسبة للبصلة انا استعملت القياس صراحة لا أعرف كيف و لكن كنتم معي جانبا صغير قدم ما استعملت البصلة كثيرا تجيكم تضغمرها كعاقدة و تجيكم كثيرا هناك يلم wo و عبرها كيف تجيكم تأخذ العنق بجانبا هكذا تتوسرون و تبا كيف ذلك الرحيمة و كيف روضة و لو رضو طيبين و أعرفوا كيف لاتقم في العنق مازالا شوية قاسحة اذا تجاجر مازالا خاصة طياب انا هاكا كندير ام كان حتيش انا ننقيس الفخاد ولا الصدر ولا حتيش حاجة كنمشيني انشاء العنق كنقيسو بلي يرتب وكنعرف بان تجاجر صافي طاب صافي هنا تجاج جالي غادي نخلي جانبا وهنا ما ننسوش ستوغي اللي نحطوه في الاستغرام وفي الواتساب اه غا نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف او لا هو ذا كالرابط نخليكم صندوق الوصف دي الاستغرام ديالي نفس اسماء دار الضيافة اغدروه في الاستغرام صافي هنا بالنسبة للضغمرة ديالتي هي طابت حتى كالطيب وكنضيف عليها وحد الحامضة اللي كتكون مع السرا كيف نكتشوفه معي هنا غا مشا لي الفيديو اللي انا باش صورته قطعتهم وضفت عليهم العنق الجيش حتى هو قطعته على زوج وخليتهم خضرين وضفتهم مباشرة على البصلة بعد ما دعبت لي واحد شوية تخليوا البصلة كتتعسل في هذك الماراق اللي طاب في الجيش ينفوه كتبلكم نزلات واحد شوية كتضيفوا على القشي وشاة الجيش ما كتسلقوهم ما تشي حاجة وما كيجوش زفرين كيجو بنانين اولادين بالنسبة للعود اللي كيبه لكم فهو عود القرفة طيبته مع الجيش يعني فشكنت كن طيب جيش شرميت واحد العود القرفة يعطي واحد البنة صراحة رائع بسه وصفي هنا الضغمرة ديال تيرها واجدة وانا سفي كملة يعني طابت وبالنسبة للزيتون حتى كتطيب لي الضغمرة عاد باش نضيف الزيتون ما كان بغيشنا الزيتون طيب لي مع الضغمرة حيث كي تكمش وكي وحتى البنة ديالتون ما كتبقاش وانا كتعجبني عذيك الحموضة ديال الزيتون تبقى لي في الضغمرة سوف نخليه جانبا حتى نحطه طبق ونسخنه شوية مع الضغمرة ونسخنه شوية مع الضغمرة وانا كتشوفوا معي كن نخد ذيك الزيتون ديال عد الضغمرة هي اللي غد نحمر بها الجاج لا تستعمل زبدة لا زيت لا تشي حاجة نخد غير ذيك الزيتون ونضخر الفران هنا بعد ما تحمر لها الجاج يجي على تشكل هذا يجي لونه محمر صراحة محمر ملفوقه من تحت وذيك القشرة الفقانية ديال الجاج يجيها كم قرمشة وغزعلة بني بني صراحة خسكم تجربوها الجاج هذا حيث يجي رائع بثاف سوف نخطط طبق ونضع فيه الجاج بهذا الشكل هذا انتم مشتوف الطوى جانبا اللي تحمر فيها الجاج هذيك الزيتان اللي انا دهنت بها نزلات وحمراته من فوقه من تحت يعني محتاجش ان نقلب الجاج يعني من الجوانب خليته على عافية اللي تكون في الوسط كي تحمر على خاطر خاطره سوف هنا كناخد غميرة ديالتي وكننحطها بعد شكل هذا وبالنسبة انتم ما شفتو انني فاشكنت كنديل العطرية انسيت ما صورت ليكم الحامض مصير انا استعمل جوج حامضات مصيرين خليت فقط هذيك اللوب الوسطاني وخليت هذيك القشرة بحلكة ضغيرة كيف مشتو معي جانبا اللي وضعت فيها الهريسة ضروري ما تسعملوا الحامض مصير حاول نوزع الضغميرة ديالتي بها تشكل هذا وكنه الزغيب هذيك الصفاي وكنخلي الزويتا باش كنناخده غيديك لاصوس ديالنا عقده والريحة وارا بنينة بسعف انا دابا كان يكليت جاجه وساليت ودابا كان دير المونتاج وتشهيته صراحة بنين بسعف خصني ضروري نعاود هاد هاد الجاجه هذا سافي غادي نستمر بحلقة حتى غادي نوضع الضغميرة ديالتي غادي نقاط بصل ديالي وغادي نمسح الجوانب اكيد مني كان كنو نضعه ضروري ما كنعمره اجنب غادي نمسحه ننظفه للطبق ديالنا وغادي نمشي له التزيين غادي نمضع الحامض بعد شكل هذا مهم دون تزيين عندكم الاختيار وفاش كنكون انا يكن زيين يعني كان بقاوي ما كنكونش جزعة ما عارفة راسي كيفاش غادي نزين طبق أنا غادي نحط المكونات ومن بعد كن شاء اللي كيجيني في باعلي كنديره سوف نأخذ هذه العويدات لديهم البيض السمان و الكاشير و الفرمج حمر سوف تستطيع الوضع الوضع سوف نسيته سوف ننسى شيء ضروري هذا هو الشكل النهائي من الطبق منظر رائع و هماوي بالنسبة للطياف هذه العراضة ترتب مناسبة للنجاح من أولاد أخي و جمعنا العائلة كذلك في الأخير في الفيديو سوف نشارك معكم الحلويات سوف نحيي البلاطو و سوف نضع الصفة في البلاطويات هذه و صراحة البلاطويات زوينين كيجي لمنظر ديالهم جميل سوف نضع كل شيء في الطبق الجج صفة الخبز المنظم و كل شيء يتسلنا باش نناكله و انا ضروري ما كان صغر شوية عاد باش نداو نناكله وهنا غادي نشارك معكم وحد البفة صغير درناه ديال حلويات بنسبة النجاح كما قلت لكم ديال الولاد خوية درنا في هاد القطو هذا و كذلك درت المقنوم كيك الكاب كيك البوب كيك و كذلك درتوا حد الفلون كغامان اللي غادي نشاركو معكم كيجي رائي بسافو غزال غزال بنين و سافي وصلنا نهاية للفيديو و نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معي ب هاد الوصفة هاديو تكون عجباتكم و يكونوا عجبكم الأجواء كاملة ديال هاد الفيديو و مكراها تكونوا معي كاملين و تشاركو معنا هاد الفرحة هادي و كذلك حتى انا كندير سناب و ستوريات ضروري منهم و صافي وصلنا نهاية للفيديو خليوا لياته علاقة ديالكم و ما تنسونيش من اللي لايك صحة و راحة السلام عليكم